قديش مننا اليوم لما يكون بيعمل محارثة مع اي شخص كان بتلاقيه قلك اي نو اي نو اي نو اي نو اي نو اي نو انا في هذا الفيديو بدي فرجيك انه تبطل نهائيا تقول اي نو ايش القصة واش نقول وليش يلا نشوف مع بعض حباب قلبي يسود سبيت اهلا وسهلا فيكم واهلا بالجدد اللي بيشاركونا اللهم صلي وسلي مبارك على سيدنا محمد شاء الله تكونوا بخير صدمة شوية كلنا لما بدنا نتعلم الانجليزية بغض نظر حتى فيه ناس بتروح على مستوات متقدمة كمان بتلاقيه هو في conversation بالزيد في الشغل وهذا الاحراج الكبير او في الحياة العمية او بتلاقي بقول اي نو دم ببدل كلامه اي نو او رده عليك اي نو بتقوله كذا بقولك اي نو بتقول هناك بتقوله اي نو اي نو اي نو اي نو وصراحة الكلمة مزعجة شوي اصلا تعال فرجيك ايه كمزعجة بالانجليزي لو تسمع البرطان لما انت بتقول اي نو لو تطلح فيها طلع لقيتني انا في حرفين اللي هم اخر الكيل لا يلفم الكيل مش موجود كأنه مش موجود وال-W تقريباً تقريباً كأنه مش موجود كمان فهي صفت كأنك بتقول I know أنت مخصك أنك تقول أنا عارف بعرف بس أنت لفضها لما البريطاني نقول لما نقولها لفض البريطاني No يعني لأ يعني سلبي يعني الرفض يعني الرفض القاطع يعني سكر في وجهك الباب ففي الفعلية ما أنت تقول I know هي أصلاً كلمة قيلة فبالتالي البريطاني أو حتى الناس المتقدمين أو إحنا في البدنس منتغاضى عن كلمة I know بشكل كتير كبير طب إيش نستحمل بدانها؟ تعالى أعطيك أحلى منها وأجمل وأسهل أصلاً ركز معنا لما أنا اليوم بدي أقول I know إذا أنا بحكي مع واحد في محادثة هو قاعد بيحكي لك عن بيوصف لك عن موقف بيوصف لك والله واحد والله هداك الفلاني الفلاني مثلاً أنا صدمني في هداك الموقف والله أنا عملت هيك فهو عمل هيك شيء هو قاعد بيوصف لك شيء وصدمة فعندك تقوله آه أنا فاهم عليك أو آه فبتقول هنا الأفضل تقوله I see I see يعني آه متخيل أنا متخيل زي see بنقول I imagine بس هنا لما بقول I imagine فعلاً فيها خيال لكن I see أشمل يعني أنا كأنك بتقوله والله I see أنا متفهم تماماً أنت جعب تحكيه كأنني كنت معك في الموقف فهو بقولك بقولك well yesterday I was tired because I've been working the whole day فعندك تقوله آه I see أوكي I see فهمتك تخيلت الموقف إذا ما لما تقوله I know فإنش دعاني تقوله I know لك تقوله I see آه أوكي مش معلاتها أنا I see يعني أنا أرى ولكن أنا معاك في الموقف متفهمك طيب أفرض هو حقاً قاعد بقولك إنه والله أنا عملت لك كذا وكذا وكذا I have done a look for you I bought you a present ولا مثلاً I replied to your phone when you were absent أنا رديت على التليفون لما أنت كنت غايف فأنت بدك تقوله أن أنت تقدر ذلك له ولم تقوله I know هو قاعد بقولك أنا والله عملت لك رديت على التليفون وعملت بدالك واشتغلت وكذا ونت بتقوله I know محبطة فهيش بتقوله بتقوله أنا أقدر I recognize أو I appreciate إذن to recognize something يعني I recognize this for you I recognize this for you I appreciate it very much I appreciate it أنا مقدر جداً من تنجد لك يعني الله يزيك الخير الله يبارك فيك شكراً جزيلاً الله يعطيك الصحة بسمنا من I know طيب واحد قاعد بيحكي لك واحد قاعد بيحكي معاك بيحكي لك في شغل فأنت بقوله I understand I understand I understand شو يعني I understand يعني أنا متفاهم يعني أنا متفاهم منتاش قاعد بتحكي بغض نظر بيحكي لك في معادلة رياضية ولا عن موقف ولا عن شي في الشغل uh yesterday we had a tough meeting at work because you know we had some arguments between the employees and our manager he came late and then all objectives are late etc فأنا تقوله I understand أو أنت بتقوله مثلا Sorry I didn't come yesterday because my daughter was sick أنا برحة ما جلش أنه بنتي كانت مريضة فأنا تقوله I understand أنا متفهم أنا متفهم مش مفروض نكتب له كلب العربي لأنه أنت مفروض جي الأسر تكتب في الدفتر الورقة على الكلام حندي إذن I know كان أعمل بدلها I see I understand I appreciate I recognize طيب لما أنا والله أنا بدي أعبر عن رأيي الآن بدل ما تقول I know how to do this I know how it came here قاعدين تحكوا أنتوا في موضوع فبتنطوا الفلاسة أنا بعرف أنا بعرف أنه هي إجت من كذا وكذا أنا بعرف أنه أصل هذه اللعبة من دولة كذا طيب ما تقول I know قول من وجهة نظري أو من منظوري كيف بقولها بالإنجليزي؟ بقول from my perspective from my perspective يعني من منظوري من منظوري فرد أنت لحالك زي الأسد تكتب شو ملا طيب يا أستاذ ما فيش حاجة أسهل شوية من هدول فيه؟ بالمناسبة تدرس هذا كله كبدي أف بأمثلة بأسئلة موجود على موقعنا في المدونة spater.com تدخل زي الأسد بتلاقيه ناخد وحدات ثلاثة تعطيك إياهم أسهل حتى من هدول لما تكون واحد تحكي مع واحد وأنت بدك تبيله أن أنت متفاهم اللي هو قاعد بيحكيه فاهم عليه حاسس فيه بتقول I hear what you are saying إيش يعني I hear what you're saying هي الترجمة الحرفية معناها أنا سامع إيش قاعد بتقول أنا بسمع إيش قاعد بتقول يعني أنا بقول له سامعك نعم بسي مش هيكش ترجمتها لا هي ترجمتها I hear what you're saying يعني I understand يعني أنا فاهمك والله أنا حاسس فيك والله متفاهم والله أنا شايف بعناي أنت إيش اللي بتمر فيه I hear what you're saying كمان واحدة I get or got تندين ماضي مضارة The picture هو قاعد بيوصف لك أو بيقول لك عن وضع الشغل أو عن وضعها أو ما العلم بيقول لك فوالله I had I had an urgent matter yesterday at home because my daughter was crying all night and I had so many things to do فعندها بتقوله I get the picture I got the picture يعني أنا وصلتني الصورة مش إحنا بنقولها بالعربية حتى قاعدة والله وصلتني الصورة خلص خلص وصلتني الصورة طيب فنقوله إياها I get or got the picture آخر واحدة وأكثر واحدة مشهورة I see what you mean يعني بعناها بالحرف الواحد آه أنا فاهم قصدك شوحنا بالبلد كتير بنقوله والله أنا فاهم قصدك يقوله I see what you mean I see what you mean معناها أنا والله متفهم شو قصدك على حساب الإنستغرام اللي هو ace beta أو أحمد's beta بتلاقي العديد من هذه التمرين في فيديوهات بانشورة بشكل يومي 30 ثانية للناس اللي عندهم احتياج بروفيشنالي لهذا الأشياء عنا برنامج سبيتا بريمي موجود عنا عدة طلاب من مستويات مختلفة مستشارين مسؤولين مختبرات إلى آخره بياخدوا معانا تدريب مكثف مباشر معايا راس لراس وهو شخص آخر في مستوياتهم اندربهم عن الإنجليزية المستعملة في العمل بالذات للموظفين واللي عندهم احتياج ومكانك الرابط موجود في الوصف او مصبع الاسبتا دوت كوم التقيكم قريبا هدول اعطيني واحدة اذا بتعرف واحدة منهم غير هدول اعطينيها بتعليق نراكم في فيديو جديد تحياتي